بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً مرحباً بكم بحلقة جديدة على قناة الأهل من الستوديو التحليلي ومباراة مهمة جداً 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 بل تكاد تكون المباراة الأهم هذا الموسم للنادي الأهلي في نهاي دوري أبطال إفريقيا ومباراة العودة بين النادي الأهلي والوداد المغربي إن شاء الله نهاردة يكون ستوديو النصر ستوديو التتويج إن شاء الله للمارد الأحمر واللقب رقم 11 اللي كلنا منتظرينه إن شاء الله زي ما حضرتكم عارفين نتيجة المباراة الأولى انتهت في القاهرة اتنين واحد بعد سيطرة للنادي الآلي ولكن قبل ما نخش في التفاصيل تعالوا نروح نشوف زميلنا كريم أحمد من فندق الإقامة ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة أخرى فضل الكريم كل التحية لكابتننا الكبير الكابتن آيمن شوق وكل التحية لكل مشاهديننا وكل جمهور النادي الآلي العظيم يا رب إن شاء الله بإذن الله دعوات كل جمهورنا ودعواتك كابتن آيمن إن شاء الله بإذن الله بمشيئة الله الحداشر إن شاء الله تكون في مقر النادي الآلي بالجزيرة بالإخلاص والجدية والإنكار الزات وروح الفانيلا الحامرة كل الأمور دي منتظرينها إن شاء الله بإذن الله من لعب النادي الآلي في 90 دقيقة بمشيئة الله إن شاء الله تكون كلها من نصيب النادي الآلي مطلوب جداً جداً من اللعبين التركيز عدم الالتفات لأي مضايقات هنشوف أمور عديدة جداً معتادة عشان كده إن شاء الله بإذن الله الطلب المهم جداً اللي بيطلبه كولر من اللعبين وأيضاً كمان اللعبين الكبار كابتن سيد عبد الحفيز ما نفعش إن إحنا نلتفت لأي شيء من فنده لقامة إلى الملعب إنت مركز فقط لغير في 90 دقيقة إنت ترجع من هنا عشان الشعب المصري عايز يفرح جمهور النادي الآلي عايز يفرح ده الكلام اللي بيتكلم فيه بمشيئة الله إن شاء الله كل التوفيق اللي لعبتنا الصرار كبير بنشوفه في التدريبات حماس كبير جداً تحضيرات العينين ما بتشوفها كابتن آيمن بيباني لتركيز وبيباني رغبة النادي الأهلي بمشيئة الله في تحقيق مجد جديد يكتب في تاريخ هذا الجيل الجيل ده جيل محترم جداً وجيل مميز جداً حقك أقام عظيمة خلال الفترة الماضية عشان كده إن شاء الله بإذن الله كل الدعم والمساند اللي عيب للنادي الأهلي النهاردة في مباراة هي الأصعب في هذه البطولة مباراة نهائي في كثافة جمهورية كبيرة أجواء الحقيقة بتعرض على شاشة قناة النادي الأهلي من توافق جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي على فنده الإقامة زي ما أكدنا وقلنا 2500 تذكرة اللي تم تحديدهم ليه جمهورنا تم نفذها جمهور النادي الأهلي حريص ولو في أكتر من كده كمان يا كابتن آيمن جمهور النادي الأهلي يكون حريصا هو يكون متواجد لمؤذرة فريق النادي الأهلي يمكن كمان جمهور النادي الأهلي انت عارف يعني يقفون دول إقامة في منتصف المدينة فيمكن الطرق كلها اللي بتؤدي إلى مركب محمد الخامس بيعدي منها جمهور الوداد أمور كلها عادية طبعا في كرة القدم بين الجمهورين لكن إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق النهاردة ليه لعبينا جمهورنا مطلوب منه دور عظيم جدا وكبير جدا فيها المدرجات لكن بأكد لك وقول لك كابتن أيمان كولر الحقيقة حضر لهذه المباراة بشكل أكثر من رائع حديثه للصنعية الفردية الجماعية كل لعيب اللي نادي الأهلي في التزام فيه تعليمات بتنفس بكل دقة تدريب الأمس الحقيقة كان طيب جدا بين مدى الجدية الكبيرة يمكن كولر ما سابش حاجة في التدريب الأخير الحقيقة رجل يركز على التاكتيك على التمركوزية على إزاي أنت الكرة التانية يتبقى مهم جدا أنت ستحوزها أنصاف الفرص مهم جدا أنها للتدريب بالركلة للترجيح يعني العلاء وعاصة طبعا اللي بنأمل إن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يحسم هدية المباراة في خلال التسعين ديئة فقط عشان كده أبكد لك أقول لك الأمور مطمئنة جدا حتى هذه اللحظة لكن منتظرنا في التسعين ديئة منتظرنا من تحركنا تأمين الجمهور مهم جدا بقاتة النادي الأهلي تأمينها مهم جدا في الملعب وعشان كده إن شاء الله بإذن الله كل المناخ الطيب جدا اللي وفاره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي متواجد على رأس بأثة فريق النادي الأهلي يمكن إحنا عارفين طبعا الكابتن حسام غالي هو رئيس البأثة لكن قيمة الكابتن محمود الخطيب الكبيرة جدا فيه هذه المبراءة مهم جدا أعضاء مجلس الإدارة متواجدين وصل الدكتور محمد شاوي الحقيقة صباح اليوم لمؤذرة ومسندة لعاب النادي الأهلي أجواء عظيمة بنتمنى إن شاء الله بإذن الله النهاردة تكون فرحة عظيمة جدا في مصر ومع جمهور النادي الأهلي يعني خلاص التحرك أكيد يكون في خلال لحظات بسيطة جدا إلى مركب محمد الخامس اللي بيبعد عن فنده لقامة من أربع لخمس دقائق أمور طائبة جدا كابتن أيمن تحضيرات انتهت التركيز مطلوب كل الأمور خلاص انتهت يتبقرنا إن شاء الله بإذن الله تركيز لعبينا تشكير لميستر كولر تحفيز وحماس ومسند الجمهور لنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله يوم 11 النهاردة هكون البطولة 11 في مقار النادي الأهلي بالجزيرة شكرا جزيلا للزميل العزيز الكريم أحمد أنا عارف إن إحنا تقريبا معظمنا الآن ولكن قلق عادي ده قلق صحي دايما في النهائيات خصوصا إن إحنا يمكن بعد الماتش اللي فات اتضيقنا معظمنا بما في يوم اللعبة لما جي فينا الجول في الآخر ولكن مازال الأمر في إيدنا إن شاء الله وإحنا النادي الأهلي طبعا كريم تكلم على الإعداد البدني والإعداد الفني من ميستر كولر ولكن أكيد هو برضو كان فيه إعداد ذهني وإعداد نفسي مهم جدا 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 للمباراة دي وخصوصا في البدايات والجزء اللي هو الخاص بالجمهور النهاردة طبعا عارفين الأجواء الأجواء حتشوفه شماريخ وحنشوف كل ألوان الطف وحنشوف كل حاجة من جمهور المغربي الشقيق إحنا دايما الفرق المغربية على ملعبها يعني يبقى سلاحها الأول جمهورها زي ما إحنا كده هنا جمهورنا هو سلاحنا الدائم سلاحنا الأول وسلاحنا الدائم هم بيعتمدوا اعتماد كل يمكن حتى المدير الفني بتاعهم فاندن بروك اتكلم يعني وما اتكلم على ماشر النهاردة معنا بعض الكوليس طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب ووجود معظم أعضاء مجلس إدارة نهاردة بيدي دفع معنوية هيلة للعيبة النادي الأهلي في المواقف دي يعني بنحس بيها كلعيبة نحس بيها كلعيبة ان احنا محتاجين حد من الجماعة اللي هم بيرقسونا سواء مجلس إدارة سواء رئيس مجلس إدارة ان هم يكونوا متواجدين معانا حاسين بينا بيشدوا من روحنا المعنوية بيرفاعوا من روحنا المعنوية بيأزرونا عن المهانس خالد مرتاجي السياسة طريق أنديل طبعا كابتن حسام غالي رئيس البعثة طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب بيفرق جمد جدا 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 مع الفرقة فالكواليس الكواليس النهاردة ان شاء الله ان شاء الله تكون دي كواليس النصر بإذن الله كواليس البطولة الإفريقية رقم 11 للنادي الأهلي الجميع مركز يمكن زي ما بقول لحضراتكم فترة اللي فاتت خصوصا في آخر أوقات المباراة لما دخل فينا جون تحس بالزعل شديد جدا 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 من اللعيبة وده مش عايز أقول بقى أنهما حاسين بمسؤولية كبيرة جدا ولكن كلنا ثقة في لعبتنا أنهما النهاردة ان شاء الله قادرين أنهم يرجعوا بالكاس من هناك بإذن الله رب العالمين لعبتنا عملت حاجات كتير جدا جدا وانجازات عظيمة في خلال 3-4 موسم اللي فاتوا الأجواء دي مش غريبة عليها الأجواء اللي بيعيشوها النهاردة أو اللي حنشوفها النهاردة في الملعب وحضراتكم عارفين كلكم الأجواء اللي هي اللي خارج الملعب بس لما سؤل اللعيبة أو سؤل الشناوي سؤل مستالكورة قالك أن الجماهير دي برى الملعب المهم جوه الملعب لعبتنا عندها من الخبرات أنها تقدر تتعامل مع الأجواء دي الأجواء صعبة البدايات دايما صعبة إنما إن شاء الله لعبتنا مركزة لعبتنا وقفة على رجليها لعبتنا عايزة وحترجع إن شاء الله عايزة تفرح جمهورها عايزة تجيب البطولة رقم 11 وترجع بيها من عقر دار الوداد المغربي إن شاء الله كل اللعيبة مركزة التركيز زي ما بقول لحضراتكم الإعداد النفسي أهم كتير جدا 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 في المباراة دي خصوصا في البداية عشان التعامل مع الأجواء اللي حضراتكم عارفين فالنهاردة بإذن الله معنا برضو طبعا قبل دخول الملعب بعثة النادي الأهلي وشايزة أقول إن الجميع مركز ده ده العادي ده العادي الجميع مترقب الجميع مركز الجميع مستعد إن شاء الله إن شاء الله لتحقيق المكسب والتتويج باللقب القاري رقم 11 للأفريقي للنادي الأهلي بإذن الله لو رحنا للتاريخ بقى النادي الأهلي بينافس نفسه نادي الأهلي بيحطم أرقامه على المستوى الإفريقي لأن دي المرة 16 اللي بيتواجد فيها النادي الأهلي في نهاية البطولة ده رقم لم يصل له أي نادي في 16 مرة اللي وصل فيه من نهاية النادي الأهلي حصد اللقب 10 مرات وإن شاء الله تكون المرة 11 النهاردة بإذن الله من الوداد المغربي جماهير النادي الأهلي عايزة تفرح جماهير النادي الأهلي نفسها من البطولة دي من أول مباراة يمكن لما لعبنا الاتحاد المنستيري غالبية جماهير مصر بشكل عام عايزة تفرح محتاجة الفرحة لأن النادي الأهلي هو مصدر البسمة مصدر البسمة على شفاه الأهلوية وغالبية الجماهير المصرية ماتش النهاردة زي ما قلت لحضراتكم محتاج تركيز مش طول بقى التسعين دي لأ طول وقت المباراة بما فيهم الوقت اللي هو بدل الضوء لأن النهاردة لو طبعا هنقول السيناريوهات السيناريوهات بالنسبة لنا احنا كسبانين الماتش الأولان فالنهاردة يكفينا التعادل والمكسب ده بالنسبة لنا الوداد واحد سفر طبعا هم محتاجين الجول ده فهم محتاجين يكسبه واحد سفر تديهم اللي هم عايزينه ان شاء الله ما تتحققش واي نتيجة تانية بنسبة فرق أهداف على الأقل هدفين في حالة ما النادي الأهلي يجيب أهداف يعني تلاتة واحد أربعة اتنين دي هتبقى نصريحهم ولكن ان شاء الله ان شاء الله لعيبة النادي الأهلي قدها وقدود لعيبة النادي الأهلي مروا بمواقف صعبة أصعب من ديب كتير جدا 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 ولو تفتكروا حضراتكم لو تفتكروا حضراتكم ان دي البطولة الأصعب مرنا بسنوريات كتير جدا 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 صعبة درجة ان ناس كتير شككت ان احنا نقدر نوصل حتى لدور التمانية ولكن النادي الأهلي في النهاية بيلعب فينا الأفريقيا وان شاء الله هو حتى الآن هو الأقرب لأنه هو كسبان الماتش الأولاني اتنين واحد ما كناش نتمنى طبعا الجلد داخل فينا ولكن لعبة النادي الأهلي إن شاء الله قادرة النهاردة إنها تجيب اللقب من المغرب يمكن لقاءاتنا مع الوداد هناك لعبنا معهم خمس مرات لعبنا معهم تلاتاشر مرات كسبنا كسبنا خمس مرات منهم مرتين على الأراضي المغربية في ملعب الوداد لو اتكلمت مع أي لعيب النهاردة هتلاقيه في قمة تركيزه زي ما حضرتكم شايفين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في قمة تركيزهم كان هم هم اللي حيلعبوا مباراة تاريخية مباراة تاريخية مش للجيل ده بس لا مباراة تاريخية لنا جميعا كجماهير كمجلس إدارة كنادي أهلي كلعيبة طبعا كجهاز فني كجهاز إداري إن شاء الله إن شاء الله اللعيبة ده اللعيبة دي عندها كتير إن شاء الله في النهاردة يكون حالفهم البدايات صعبة جدا 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 لكن لو حضرتك بصيت لبعثة النادي الأهلي مش من النهاردة ولا من مبارح لا من بعد ماتش الزهاب عندنا في القاهرة هتلاقي قمة التركيز قمة التركيز كل حاجة متوفرة للعيبة علشان المستطيل أخضر بس بداية من الجهاز الفني بقيادة مستر كولر طبعا درس المنافس كويس شافوا الماتش الأولاني عمل جلسات كتير مع اللعيبة عشان تجهزهم وزي ما قلت لحضراتكم إعدادهم وطيئتهم نفسيا للماتش ده لأن الماتش ده زي ما قلنا لحضراتكم برا وجوه ولكن الجماهير مش جوه الجماهير مش في الملعب اللعيبة في الملعب الأهلي أفضل فنية الأهلي أفضل فنيا إن شاء الله ما يتأثروش بالأجواء الجماهيرية اللي هي خارج حدود الملعب وخصوصا في البدايات اللي هي دايما بيعتمد عليها الفرق المغربية وخصوصا في الكرات ستتمعانا طبعا جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بنشوفها في كل مكان حوالين فندق لقامة وملعب المباراة وحتلاقي إن شاء الله الالفين وخمسمائة متفرج اللي قال عليهم كريم بمثابة الخمسين ستين ألف مغربي اللي في ملعب أو مركب محمد الخامس لعيبة زي ما قلت لحضراتكم في قمة التركيز ما بنبصش بقى مين يلعب ومين هيقعد احتياطي ومين هيبقى برا لأي مخالص لا الجميع فعلا النهاردة على قلب رجل واحد وبيحفزوا بعض لأن المصلحة واحدة المصلحة في الآخر كلنا بنبصلها ليا مصلحة النادي الأهلي كمان ووض الكابتن محمود الخضيف زي ما قلت لحضراتكم بيبقى ليه دور كبير جدا 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 في تحفيز الجام يعني ما بيديش ضغوط بالعكس بالعكس هو بيحفز اللعيبة ويمكن شفناه كتير جدا جدا في بعض الامبارات المصرية معاهم في كل خطوة علشان يسهل لهم ويزلل لهم أي عقبات قدام أي حد في البعثة وفي نفس الوقت أنا كلعيب لما أشوف معايا رئيس مجلس دارة وأعضاء مجلس دارة حوالي بيسندوني وبيدفعوني إن شاء الله بإذن الله لتحقيق الحلم الكبير إن احنا ناخد البطولة النهاردة حاجة بتفرق معايا نفسيا ومعنويا طبعا زي ما قلت لحضراتكم الكابتن حسام غالي رئيس البعثة قايم بدوره على أكمل وجه وباقي أعضاء المجلس المتواجدين خالد مرتجي أمين الصندوق طريق أنديل محمد سراج محمد الجرحي أعضاء المجلس يمكن كان النائب العامري فاروق كمان كان حيروحه ولكن عنده بعض الأسباب لكن إحنا طبعا شايفين جماهير النادي الأهلي العظيمة وبقول لكم إيه طب ما تيجوا نشوف كده صوت الجماهير من هناك شكله إيه تعالوا نروح نسمع صوت الجماهير رجع حالتكم مرة تانية أعلي 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 أعودنا الأهلي على الضمور أعلي 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 أع والنهاردة ما ننساش حاجة مهمة جدا 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 إذا كان المباراة في مراكب محمد الخامس في المغرب ولكن إحنا معانا دعم ومسندد كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل حتة في العالم لو رحنا للنحية الفنية الحمد لله النادي الأهلي جاهز لماتش النهاردة لو حضراتكم فاكرين الفرقة سافرت يوم الخميس على طيارة خاصة وصلنا أو وصلوا لمقر الإقامة يوم الخميس عملوا تدريب يوم الجمعة على ملعب العربي الزولي وامبارح كان التدريب الأخير على مراكب محمد الخامس اللي بستضيف النهاردة المباراة وكان فيه بقى النواحي الفنية اللي تكلم عليها والتيكتكية اللي تكلم فيها مستر كولر والجميع شارك والحمد لله ما فيش إصابات في المجموعة اللي مسافرة والكل جاهز من أجل المشاركة بإذن الله رب العالمين في مباراة النصر مباراة التتويق باللقب رقم 11 اللي هو حيكون طبعا الأيمة الأساسية والاحتياطية من اختيار المدير الفني مارسل كولر واللي هو قادرة واحد بالحالة الفنية والحالة البدنية والزهنية والمعنوية للعاب الفريق إن شاء الله يكون اختياره موفق إن شاء الله تكون إدارته للمباراة موفقة صحيح نادي الوداد المغربي زي ما قولنا بيمتلك عنصر الجماهير وعنصر الأرض ولكن إحنا كمان عندنا جماهيرنا ودعمها ومسندتها للفريق والدعاء لها دايما وهناك زي ما قولنا حضركم الجماهير الجميلة اللي إحنا شفناها اللي بتشجع باسلوب مصري مغربي على أرض مغربية متواجدة في الملعب إن شاء الله برضو للمسندة للفريق وعندنا عزيمة وإصرار واتموح اللعبة وشخصية لعيب النادي الأهلي وروح الفانيلا الحامرة ولعيبة النادي الأهلي اللي عايزين يضيفه للتاريخ تاريخ ليهم وللنادي نادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي على فكرة أنا عايز أقول حاجة برضو هي بطولة البطولة رقم هنزيد رقم إن شاء الله بإذن الله وخلينا متفقلين أنا من نوع اللي دايما بحيب متفقل كابتن محمود الخطيب بيسلم على اللعيبة قبل مغادرتهم بقى بإذن الله رب العالمين لملعب المباراة وأعتقد كله ثقة في أبناء إن شاء الله للتتويج باللقب والرجوع بالكأس لأرضنا الغالية أرض مصر الحبيبة بإذن الله رب العالمين طبعا كابتن محمود الخطيب أنا عارف إن بتبقى اللي عملية بالنسبة له صعبة شوية ومترقب اللي حيحصل ولكن هو عنده ثقة في ولاده وزي ما بقول كده ولاده إن شاء الله إن شاء الله مش هيغزلوه ولا هيغزله جماهير النادي الأهلي العظيمة إن شاء الله البطولة لنا خلينا متفقلين أنا واحد من الناس متفقل جدا 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 النهاردة إن شاء الله المكسب للنادي الأهلي التتويج للنادي الأهلي إن شاء الله النهاردة البطولة حمرة وليلة حمرة بإذن الله رب العالمين ونبقى سعداء بها جميعا إن شاء الله النهاردة علي معلول ولي كلام عن علي معلول علي معلول لعيب كبير محمد عبد المنعم لعيب كبير من الأعمدة الأساسية في النادي الأهلي كان الماتش اللي فات قبل الماتش لو تفتكروا حضراتكم كان غاب عن نينة الشناوي والبعض كان متخوف من مشاركة شوبير لأول مرة في مبارزة إيديات ولكن مصطفى شوبير أثبت أن مستقبل النادي الأهلي ومستقبل منتخب مصر لحرص المرمى في إيد أمينة بعد تقلقه اللافت للنظر في المبارتين الماضيتين ولكن بقول لحضراتكم النهاردة أي حد يلبس الفانيلر حمرة شخصية النادي الأهلي تركيز عزيمة إصرار روح عالية ما يهمناش الجماهير الجماهير زي ما اللعيبة ومستر كولر الجماهير مش هتبقى جوه الملعب جوه المستطيل الأخضر لا لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله هي اللي هتفرض كلمتها النهاردة إن شاء الله أنا متفاق بإذن الله رب العالمين لعبتنا قدها وقدود لعبتنا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم أنا عارف إن المسئولية صعبة جدا جدا ولكن التركيز اللي شفته والزعل اللي شفته منهم بعد ما دخل فينا جوه الماتش الفات في الديها 86 لا اللعيبة دي عايزة تعمل حاجة النهاردة عايزة ما عارفش فيه ناس كتير قاعدة تقول عايزين نعوض نعوض إيه؟ نحنا كسبانين نعوض يقول اللي دخل فينا يعني عادي دي بتحصل يعني والأخطاء وردة في كرة القدم الأخطاء وردة يعني الخطأ مفيش حد الفرقة كلها بتتحمل الخطأ مفيش حد يقول يا علي معلول محمد عبد منعم مش عارف لا لا الفرقة كلها بتحمل الخطأ والأهداف أصلا بتيجي من أخطاء ما فرقة المغرب أخطأت استغلنا فرستين وقضعنا الكتير النهاردة ماتش تركيز تسعين ديئة واكتر الماتش مايتحملش أخطاء مايتحملش إضاعة فرص سهل وده الكلام اللي قاله ميسر كولر ليه لعبته برضو رجعنا تاني لجماهير النادي الأهل العظيمة بصراحة يعني أنا ممكن أسكت خالص وأصنع بس الجماهير دي الجماهير دي بتدي حافز كبير جدا 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 للعب النادي الأهلي برغم من هما عددهم لا يتجاوز 2500 شخص ولكن بمثابة إن شاء الله 50-60 ألف متفرج اللي هتلاقيهم موجودين النهاردة من مشجعي الوداد المغربي لعبت النادي الأهلي على قدر المسئولية لعبت النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله هيقدموا ماتش من أعظم الماتشات ليهم علشان كتابة تاريخ جديد زي ما بقول لحضراتكم البطولة هتضيف رقم جديد للنادي الأهلي إن شاء الله البطولة هتضيف رقم جديد للنادي الأهلي إن شاء الله وشرف للبطولة رجوحها مرة أخرى النهاردة بإذن الله لدلاب النادي الأهلي المليء بالكؤوس والضروع طبعاً الأجواء إذا نقول لحضراتكم أجواء جميلة مستر كولر يمكن قال حاجة يعني كويسة جداً جداً في المؤتمر الصحفي قال للعيبة أنا عايزكم تستمتعوا بالأجواء دي الأجواء دي ما تحطش ضغوط عليكم بالعكس الأجواء دي في صالح كونتو دي تحط ضغوط على الوداد لأن الوداد هو اللي خسران هناك وحيفضل فيه ضغوط علشان يجيب جول إحنا طول ما إحنا وقفين على رجلينا إن شاء الله إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نخطف هدف مبكر حنغير سيناريوهات المباراة تماماً حتغير أفكار المدير الفني البلجيجي تماماً فإن شاء الله نقدر بإذن الله رب العالمين نخطف جول في البداية وحتى لو ما قدرناش محافظين على شباكنا نظيفة وقفين على رجلينا صح الأمور إن شاء الله تصير لصالح النادي الأهلي كل مبتسم كل عنده ثقة الأجواء المحيطة دايماً برضو بيبقى ليها تأثير كبير جداً 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 معنوياً ونفسياً فيه للعيبة النادي الأهلي الجميع الجميع متفائل أنا أنا شايف نبر التفاؤل حتى من غير محد يتكلم ولكن فيه تفاؤل عند الجميع إن النهاردة طبعاً الألأ موجود ولكن ألأ بثقة الألأ موجود ولكن بثقة إن لعبتنا النهاردة مرت بالأجواء دي كتير جداً 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 وأصعب منها على فكرة كمان ولو عايزين أن أفكر حضراتكم لو تفتكروا مبارات الرجاء المغربي اللي لسه لعبنا في نفس البطولة من أقل من شهر نفس الأجواء والنادي الأهلي قدر يرجع من هناك بنتيجة التعادل السلبي وكان كسبان في القاهرة وقدرنا نتخطى الترجي التونسي نفس الحكاية يمكن ما كانش فيه جماهير ولكن الرجاء المغربي كان فيه جماهير جماهير الرجاء وجماهير الوداد معروفة بالتشجيع الجنوني معروف إن ده هو سلاحهم الأول معروف إن بدايتهم بتعتمد دايماً على العامل الجماهير كرات طولية، كرات عرضية، كرات سابتة هم في بداية المباراة بيعتمدوا على الحاجات دي مع التشجيع الجنوني لجمهور ولكن خبرات لعبة النادي الأهلي إن شاء الله تتفوق لعبة النادي الأهلي على أنفسهم وعلى الوداد ويرجعوا بالكاس إن شاء الله خلينا متفقلين خلينا متفقلين الأهلي قادر إن شاء الله الأهلي قادر بإذن الله على إن شاء الله التطويج باللقب القاري وتحقيق حلم الجماهير بالفوز بالبطولة الأفريقية رقم 11 إن شاء الله خلصت كلامي ولكن دلوقتي حنطلع على فاصل ونرجع بعد كده نستقبل ديوفنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة كابتن علاء ميهوب كابتن أسامة عرابي كابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسني انتظرونا نرحب بيكم أرة تانية عزام شهدين منرحب نجمنا الكبار اللي مشرفيننا النهاردة كابتن علاء ميهوب شرفنا كابتن الزي إيه를 أخبار فائل إن شاء الله إن شاء الله يا رب العين كابتن السماء عرابي كابتن مشرفنا إن شاء الله إن شاء الله نرجع ابوك إيهزني Lara كابتن أحمد بلال شرفنا هدف مناء خاليك زي كابتن عام عمل يا بلال الحمد لله كل حلق كل تمام فائل زينا كلنا يا كريم يا رب يا كريم إن شاء الله يا كريم يا رب كابتنسامة حسني شرفنا أهلا وسلعنا يا رب إن شاء الله يكون يوم سعيد كده ويوم أهلاوه بإذن الله بإذن الله رب العالم إن شاء الله بإذن الله كانت معلاء يمكن كان فوز للنادي الأهلي طبعا بعد الهدف قال لك فوز غير مطمئن الأجواء في المغرب هتبقى صعبة ولكن لعيبة النادي الأهلي عندهم الخبرات إنها هتتعامل مع جميع الأجواء ويمكن الأجواء دي عادت عليها قبل كده والنهاردة إن شاء الله قادرين بإذن الله إنهم ما يجيبوا الكاس من هناك هي أجواء مش غريبة أيماً على اللعبة النادي الأهلي خالص فمش تكلم عن الأجواء دي عشانه لا متأكد منه إن اللعبة بعيدة كل البعد عن النقطة دي لا ما فكرتش في حالة غير المغربة نفسها ولا أطلب منهم في المغربة بس مش أكتر من كده لكن ولا جماهير ولا أجواء قبل مغربة ولا لا هيحصل قبل مغربة خالص الأجواء دي ما بتبقاش مؤثرة بعد الشيء في البداية يا كابتن لا لا خالص كل اللي يعنيني إن التسعين دقيقة بدايتك في المغربة يعني خلي الأجواء دي قبل مباراة وجماهير وتعمل كل حاجة إنما أنا أنا فاصل بإيدي عن نازل كلها أنا مفكر في بداية المباراة إيه المطلوب مني وهامشي إزاي مع الأوقات بتاعة المباراة كلها بس هو داية البداية بتفهم البداية طبعا بداية بداية متعقات ضغط قوة جدا من الوداد زي ما حصل مع النادي الأهلي هنا النادي الأهلي بدأ هنا استغل الملعبه وجماهيره العظيمة خمسة وعشرين دقيقة رتم عالي جدا جدا كويس الوداد هيعمل كده النهاردة لكن هو السؤال كولر محضر إيه للخمستاشر دقيقة دول يا أيمان اللي أنا بالنسبة لأنا من وجهة نظري أهم خمستاشر دقيقة في المباراة بالضبط عد الربع ساعة أو الربع ساعة دي إن شاء الله أمور تبقى أهدب كتير بإذن الله فلازم أو الربع ساعة دي هو عارف هيعمل إيه همتصر حماس ده إزاي إزاي ما تضعش منه كور كتيرة إزاي تحافظ على كورة على قد ما تقدر إزاي ما تضغطش نفسك وده المهم صح مباراة النهاردة إيه عا تضغط نفسك من البداية الكورة آه عادي يعني المراكل لها وفي العالم كله ما أنت بتدفع وبتهاجم أنت عمتا ما فيش حد بهاجمة كتير قوي لكن في الوقت اللي بتدفع فيه تعرف تدفع إزاي ومش الدفاع لأن أنا شطت الكورة وبس لا الدفاع لأن أنا حافظ على الكورة هو ده المهم دي أهم حاجة عندنا لأن الوداد لو أديته فرصة إن الكورة التانية كلها بتاعته هو هيعلى عليك قوي فأنا لا توصلش للنقطة دي أنا عايز دايما آه هيهاجم هاجم بروحة لأن الكورة من رجل للرجل إنك هي دي اللي هتهدي الأجواء خالص بعدين تبدأ تشتغل مع المباراة نفسها مباراة نفسها أنت الحمد لله أنت لغير باتنين واحد صحيح هو اللي بيلحس وراها ده عشان يجيب جوت عشان يجيب جوت أنت الأهضاء عصاما وده أنا متأكد منه إن شاء الله وإنت اللي إن شاء الله تبدأ تمشي مع أجواء المباراة أو أوقات المباراة وده مهم جدا النهاردة وأكيد كلها تتكلم فيه مهم جدا أيما التعامل مع المباراة النهائية دي في كل الظروف في كل الظروف الظروف كويسة الظروف لقد الله مش كويسة أنت محضر نفسك إزاي كمدير فني محضر لعبتك إزاي واللعابة كلها ما شاء الله خبرات كبيرة جدا 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 عارفين يتعاملوا إزاي مع الأجواء بتاعت الجماهير مع الضغط الله يحسن الوداد الوداد مع هم هم هشتغلوا إزاي هو ده الصح وعلى الفكرة النهاردة هتلاقي مساحات النهاردة مجرس ملاقية في مصر يعني مباراة القاهرة النهاردة وفتكر الكلمة دي في مساحات في الملعب هتبقى موجودة ليك إنتا كتير جدا بس هو المهم استغل لها إزاي استغل لها إزاي والمهم الكرة دايما بقى في استحوازك عشان أبدأ أشتغل الشغل التاعي صحيح كابتن وسامة النادي الأهلي بيمتلك النهاردة فرصتين المكسب أي مكسب أو التعادل إن شاء الله يديله البطولة بينما الوداد هو المطالب زي ما قال الكابتن علاء إنه هو لازم يكسب ولازم يكسب كمان بشروط يكسب من غير ما النادي الأهلي يجيب أهداف أي نتيجة طبعا يكسب لو النادي الأهلي في حالة إحراز النادي الأهلي أهداف لازم على الأقل يكون الفارق هدفين يعني ثلاثة واحد أربعة اثنين إلا اثنين واحد بس العبد أربعة بالزبط كده في حالة اثنين واحد يا دي اللي هي رقلات الترجيح أو رقلات المعاناة اللي بنول عليها مباشرة دون اللجوء لوقت إضافي النادي الأهلي قادر النهاردة إن شاء الله بإذن الله إنه يحسمها في الوقت الأصل نادي الأهلي قادر إن يحسمها أكيد إن شاء الله نادي الأهلي يملك من الخبرات الكتير جدا في تراكم خبرات شوف بقى النادي الأهلي بلعب من السبعينات نهاية السبعينات لغاية السنة دي عشر بطولات ده من الكامعة أبطال الدوري غير أبطال الكؤوس غير الكونفيدرالية غير السوبر ولعب في الأجواء دي كتير صحيح هي أجواء مزعجة لبعض اللاعبين هقول لك رقم هقول لك رقم إحنا لعبنا مع الوداد كتير يعني 12 أو 13 مبارا ولكن كسبنا خمس مرات الوداد منهم مرتين في مركب محمد الخامس في ملعبه مزبوط يعني الأجواء دي عادت علينا قبل كده في مرة فيهم أنا كنت مع مارتين يود في 2016 اتعدلنا في القاهرة وكسبناهم 1-0 في الجن رامي ربيع في رأسه في كرة سابتة المهم أنا أقصد نادي الأهلي بتراكم الخبرات اللي عنده يملك من الخبرات إنه يقدر يسير المباراة إن شاء الله زي ما هو عايز صحيح في بعض اللعيبة بتنزعج من الأجواء دي مش هنقول كلهم بس دي بقى مهمة اللعيبة الكبار بقى واللي عندهم خبرة إزاي هدّي الناس لأن أنا مش عايزين نخش السنة اللي فاتت تحس إن المباراة النهائية مع الوداد بالنسبة للأهلي ما تلعبتش يعني تلاقي الأجواء كانت صعبة ويعني مشدودين أنا أقول لك حاجة أنا تحضيرات ما قبل المباراة هوا ده اللي أنا عايز أقوله فأنا النهاردة فأنا النهاردة نمر واحد بالنسبة لأنا طبعا تركيز في النواحي الخطاطية والبدنية وتركيز في كل دي في الوقت اللقاء ده شيء أساسي ولكن المهم جدا بالنسبة لي لا أخش في مهاترات كتير مع الحاكم لا أدخل في مشدة مع حد من الجمهور لو حد شتم حد رمأ زازة مش عارف إيه ده وارد من بعض الجميع ما خشش في مشاكل مع لعيبة الوداد في حاجات تخرجني في إنذارات ما لقاش معنا لقدر الله طرد ما لقاش لازمة بنقطة تفكير من واحد تخليه أخرج برا فالأشياء دي مهمة جدا 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 أثناء التسعين دقيقة لأنه صحيح أول عشرين دقيقة ولا خمسة وعشرين دقيقة هيبقوا هو ده الوداد نزل بكل عنفوان مع دفعة الجماهير والإحساس أنه بلعبوا في ملعبهم هو دايما بيعتمد على كده طبيعي وإحنا النادي الأهلي بنعمل كده نحن النادي الأهلي في ملعبنا من ساعة ما كنا بنلعب وحتى الناس اللي كنا بنتفرج عليه مقابلينا كانت العشرين دقيقة الأولى بننزل ضغط غير طبيعي بكنا بنتعب أي فرقة بالموضوع ده فأعتقد هم هيحاولوا ويعملوا كده صحيح إزاي بقى تعرف تمتص الكلام ده إزاي تعرف تستغل المساحات اللي هتكون عندهم وراء إزاي تستغل أنصف الفرص كل الحاجات دي مؤسرة بس أنا بقول المطش مش هيبقى العشرين دقيقة الأولى بس أنا شايف إن المطش لغاية الثانية الأخيرة المطش لغاية الثانية الأخيرة لأنك إنت ممكن تبقى متعادل لغاية دقيقة تسعين هو لقدر لو جاب جون هيكسب وإنت لو جبت جون لنهاية المطش فأنا أقصد مش معنى أن المطش مشي جزء منه ما جاش في جوان يبقى إحنا كده خلاص طب مننا والعكس هم برضو هيبقوا ألقانين لو في أي وقت جابوا جون عارفين الأهلي ممكن يرجعوا يجيب جون لأنهم لازم من ساعتها يجيبوا تلات أهداف فالمطش هيبقى صعب للفرقتين ولكن لعيبت الأهلي إن شاء الله قادرين إنه يحسنوا النتيجة في النهاية لصالحهم بإذن الله إن شاء الله ربنا كابتن بلال مبارا صعب وخصوصا يعني زي ما قال البعض الهدف اللي جي فينا في الآخر يعني هدف غلص يعني ولكن عايز أليك على حاجة الضغوط النهاردة تقوى على مين على النادي الأهلي اللي هو كسب ماتش الزهاب اثنين واحد طبعا بيصعب قوة المحافظة على هذا الفوز ولا على الوداد اللي هو محتاج هدف من غير ما يخش طبعا فيه في مرمى أي هدف ومكتفي إنه هو مثلا يجيب الجول الأولاني وبعد كده زي ما أنت عارف الشغل اللعباء في الملعب وإيه اللي بيحصل مباراة صعبة طبعا صعبة صعبة على الفرقتين وضغوط على الفرقتين على الفرقتين مش بس على مش على الوداد ولا على الأهل الوحد يعني ما فيش ما أعتقدش إن فيه فرقة أقل أو أعلى من الفرقة التانية لي يا كابتن عين لأن الفرقتين في لفل كبير مستوى عالي صحيح الأهل يقدر يخلص الأهل يقدر يخلص الوداد يقدر يسجل الوداد يقدر يسجل فمن هنا هي دي الصعوبة بتاعت المباراة نفسها إنك أنت مش رايح تلعب فرقة إنت كنت بضلك النحية دي فراح هناك تلعب فأنت عارف إن أنت على منها ألف مرة في الكرة فراح وإنت مطمئن فراح تكسب فالضغوطات عليها تمام أو هي هنا النهاردة فيما النادي الأهل سجلت هدف واتغلبت اتنين واحد فنتيجة واحد سفر بالنسبة له سهلة فبالتالي هو رايحه مطمئن إنه يسجل الهدف ويكسب النادي الأهل وياخذ البطول لا المباراة صعبة على الفرقتين النادي الأهل عنده إمكانيات وقدرات إنه يقدر يسجل لا الأهل يقدر يسجل الأهل عنده إمكانات وقدرات إنه يقدر يحافظ الأهل عنده إمكانات وقدرات إنه يقدر يحافظ هناك عندهم وسائل للضغط واللعب على النادي الأهل يقدر يسجل منها لا خلينا ما ننكرش لأ عنده وسائل وعنده إمكانيات ويقدر يضغط عليك يضغط عليك بالجمهور وممكن يضغط عليك بالحكم ويضغط عليك في ملعب عشان يقدر يسجل الهدف فمن هنا الضغوطات على الفرقتين. بس هنا بقى السؤال. مين اللي مستعجل؟ تمام؟ مين اللي عايز يدخل بدري في الماتش؟ تمام؟ مين اللي مش فارق معاه مرور الوقت؟ مين اللي لو كل ديئة بتعدي هو عنده رابكة؟ هي دي الحتة دي اللي ممكن يتكلم فيها بقى. تمام؟ هو ده ده الميزان اللي نقدر نوزن بيه. تمام؟ لا هو النهاردة عنده من أول ما الحكم يصفر وعدت عشر ثواني هو النهاردة هيبتدي بيدور بكل ما قوتي من قوة ازاي يوصل لمرمى النادي الاهلي. كل محاولة بيروح فيها وبيفشل ان يوصل للمرمى مش يسجل خد باقي يوصل للمرمى دي بالنسبة له بتعمله احباط بنسب محدد. مبارح انت شفت احنا اتفرجنا كلنا على مان سيتي والانتر. وقت من الاوقات خد باقي الانتر كان يائس جدا جدا. وقت من الاوقات كان خلاص حس ان هو خرج برا الجيم. ووقت من الاوقات كان قريب جدا يسجل هدف تمام؟ برغم ان كلنا عادين برا مستنين السيتي يكسب تلاتة اربعة. اقول انا بنقول بقى تيكي تاكا وهيلعب وهيسجل وديبرونة هيحط وفاهم؟ يعني مستنين نتيجة غير النتيجة وادا غير الاداء. لا ان نهايات مختلفة. مفيش فرقة بتوصل للنهائي لا تستحق. الفرقة اللي بتوصل للنهائي اكيد عندها امكانات وقدرات. اي ان كانت نوع الامكانات والقدرات اللي موجود. فالاهلي عنده امكانيات كبيرة جدا 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 جدا. خد بالك. ولينا سوابق في الفوز برا ملعبنا. والوداد برضو عنده امكانات وقدرات. وهو بيلعب على ملعبه. فاذا المباراة النهاردة مش مباراة سهلة. على الفرقتين. لا سهلة على النادي الاهلي. ولا سهلة كمان على فرقة الوداد. لانه خد بالك التسرع. وفتح الخطوط. تمام? وانك عايز تجل بسرعة سجل هدف. ده في صالح النادي الاهلي. خد بالك ما انا النهاردة. انا كمدير فني. عندي بلان. عندي استراتيجي في الملعب. هشتغل ازاي. هعتمد النهاردة على ايه وانا بشتغل. اعتمد على ان انا امسك كرة ولعب. واستحوز وامسك الكرة كالنادي اهل يعني. واستحوز وامسك الكرة وخليه دور ايه يجري ورا كورة طول المباراة. تمام? ولا هشتغل زون. وابتدي اشتغل على المسيحات والهجمات المرتدة السريعة. ده فكر. وده فكر تاني مختلف. ممنوع ارتكاب الاخطاء النهاردة. وخصوصا على المستوى الدفاع. لا خالص. الاخطاء ولا حتى في نص ملعب. ولا حتى في نص ملعب. خد بالك الملعب هناك صغير. مش زي استدقهير. استدقهير كبير. الملعب واسع. في مسحة تقدر ترجع. تقدر ان انت الهجمات السريعة تقدر ترجع وعندك مسحة وعندك زمن. انما النهاردة ملعب صغير. اللي قطع في نص ملعب تعمل هجمة مرتدة. اسرع مما تتخيل. لو تفتكر معي. افشى. المستنى اللي اعتقدر لقبل اللي فاتت. لما قطع في نص ملعب في ثانية. ورحم فراض. بقى هو الجول خلاص. سج كن الهدف. فالنهاردة الاخطاء حتى من نص ملعب غير وردة. بس. ممكن يبقى فيه. هل ينهاردة مباراة تحتمل الاخطاء؟ لا مباراة تحتمل الاخطاء. مباراة تحتمل. يعني ممكن يبقى فيه اخطاء. بس مش عارضين الاخطاء السزجة اللي توصلك. انك ممكن نتقدر لليجي هدف. احنا عارضين يتضغط عليهم. انه نهاردة مثل. لو انا بفكر. مكان مستر كولر. ممكن ابتدي المباراة مباغد. تمام. بفكر مختلف شوية. ابتدي المباراة. مش هلع يكسب برضو هنا وان المباراة مش هتكون سهلة على الاطلاق وده فكر بعض المداربين ان انا اللي خلينا دافع من بداية اللقاء. طيب انا ابتدي اضغط من اول عشر دقيق بس ما اضغطش واسيب مساحات او امط الملعب اخليه ستريتش وادينه مساحة يشتغل فيها سواجمة مرتدة او صناعة او صناعة لك. خاصة وهو عنده لعيبة مميزة في نص ملعب. عندهم مهارات وعندهم سرعات. وعندهم سرعات. بس انا ممكن ابتدي اضغط واشتغل كتيم واحد في خمسة واربعين في خمسة واربعين يارضة. اشتغل اضغط من بداية الماتش. ادي له حتى ماتش. ان انا في اي وقت من الاوات هدخل الماتش. في اي وقت النات ممكن اصنع فرص. في اي وقت النات ممكن اهدد مروحك وسجل. فبالتالي ما يبتديش يلعب الكل في الكل. يبقى عنده برضو حتة هدوء. يبقى عنده حتة التوتر. يبقى عنده حتة قلق. لكن ما وراه صعب على الفريتينة. كابتن ايمان طبع لكن مصاب الفريتينة. كابتن وسامة الحكاية لسه ما انتهيتش. ان شاء الله النادي الاهلي قادر بازن الله انه انهيها لصالحه النهاردة. اعجبني اول الحديث الاعلامي بعد الموراة اللي فات. كنا احنا ابتديناه هنا في الاستوديو التحليلي بعد فوز النادي الاهلي اتنين واحد. كان الناس عندها بعض يعني التشاؤم او اليأس او الخوف شوية بعد ما الوداد احرز هدف. لكن كان مهم جدا انك تحوط الفريق بمعنويات ايجابية. صحيح. دائما نتدرك اخطاء السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت قبل التحضير للمباراة كنا بنتكلم عن شكوى في الاتحاد الافريقي وفي الكاس وفي الاتحاد الدولي. كنا بنتكلم عن التحكيم. كنا بنتكلم عن احد المسؤولين هناك في التابعين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. بنتكلم عن الجماهير. ازاي نصفر جمهورنا. ازاي ما عرفش. فكان في حديث. حديث وكلام كتير حوالين المباراة. وما اهتمناش بالتسعين ديالة بتوع المباراة. علشان كده الأجواء الحمد لله ابتدناها بعد المباراة كانت الأجواء صحية. زي تقفل على فرقتك. زي توصل لهم الهدف. اننا رايح هايز اخد البطولة من هناك. انت بتاخد بالأسباب. لكن في الآخر كورة. وفيها مكساب وخصارة وفيها توفير ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده يوم زي النهاردة. تم احتاج التوفير. بارح شوف مباراة دوري الأبطال النهاية منشيستر سيتي وانتر. مبارح الانتر بيضيع كورتين. يعني كرة في العرضة وكرة في ستة. بالدماغ حرس مرة بيشيل. فعشان كده التوفيق مهم جدا. نلعب معاك دور النهاردة. الحاجة التانية برضو خلانا القاعدة الأساسية. نقول النهايات تكسب ولا تلعب. أنا في مبارزة النهاردة منشيستر سيتي كان بيمتع العالم كله. لكن الأسلوب اختلف في المباراة النهائية. علشان كان عنده درس من سنتين جوارديولا. لما لعب وفتح الجيم وده من تشيلسي. وتلقى هدف وحاول يعود كانت الأمور فيها صعوبة. لكن المباراة دي هي مباراة بطولة مباراة واحدة. احنا خلاص نسينا. أنا عايز العيب تلنادي لقالي. تنسى ان احنا لعبنا مباراة أولى كانت في القاهرة. وإحنا شغالين دلوقتي كاننا بأول مباراة بنلعبها هناك في المغرب. عايزين نحق نتيجة إيجابية. لازم النهاردة التركيز يا كابتن أيمن يكون طوالة تسعين ديئة. في مباراة ممكن لو سرحت. السرحان ده يكلفك خطأ. الخطأ ممكن يضع منك مباراة. علشان كده النهاردة التركيز طوالة تسعين ديئة مهم جدا. بدايات المباراة اللي زي دي بتكون مهمة. زي ما كابتن علاء قال. انت الوداد النهاردة مع الجمهور هيستغل تواجد الجمهور الضغط العصبي. هينزل ضغط عليك. مش عايز أول عشر ده والخمساشر ديئة يبقى فيه مسباص وفيه أخطاء. وفيه تحضير من تحت. زي السنة اللي فاتت. المباراة اللي السنة اللي فاتت. وإحنا بنحضر كرة عاملتنا حتيني تقطعت على الثمانتاشر. زر المترجي شاط. فما ينفعش إن أنا أغلط في الأماكن دي. لا أنقل الخطورة نص الملعب التاني. ممكن أعمل واحدة طويلة للمهاجم بتاعنا سواء كهرباء أو محمد شيف أو هنشوف ميني التشكيل للرسم اللي هي تدي. أنقل الخطورة في الأماكن البعيدة. ما ينفعش إن أنا النهاردة أحضر من تحت. يضغط علي. يستغل حماس الجمهور. الدفع المعنوية اللي عنده عايز يجيب هدف. واغلط. ويبدأ ياخد ثقة. علشان كده النهاردة. بدايات المباراة زي دي. بداية مهمة جداً. للكرات المشتركة والالتحامات. أنا عايز أعرفه لازم أكون قوي. الوداد هنا في المباراة اللي هنا أنت أعلم منه فنياً. لكن في وقت ملوقات نقل المباراة بتاعته من فنياً لنواحي بدنية. هو تغلب فيها في بعض الوقت. نواحي البدنية والروح والإصرار والاشتراكات والكوار اللي في التحامات. هو كسب في وقت ملوقات الكرات دي بشكل كبير. علشان كده النهاردة. مع التركيز مع الاسترام لازم تشغل دماغك. لازم النهاردة عملية الاستحواز. الكرة ما فقداش كل طول ما كرة في رجلي. وبجمد اللعب دايماً كرة أو التانية وصير. وبعد كده أفتح الملعب الناحية التانية في المساحة الفاضية. وديها دي أحد نقاط الضعف عند فريل ويداد. إنك لما بتجمع اللعب في مكان وبتنقله الناحية التانية. ممكن تلاقي صغرات. النهاردة الخطوط لازم تكون متقربة. ما يفعش النهاردة الخطوط متباعدة. رجاء وكان في نفس الملعب ودم جماهير كبيرة. لازم يكون هو نفس الشكل. لكن الدوافع النهاردة لازم تكون مختلفة بشكل أكبر. لكن تلعب مباراة نهائية. مباراة إن شاء الله بعدها يكون نادل أهل المتوجب الحضاشر. بإذن الله رب العين إن شاء الله بإذن الله. كابتن علاء نخش بقى على المواجهة اللي على الخطوط بين مستر كولر وباندن بروك اللي هو البلجيك المدير الفني للوداء. شايف إزاي المواجهة تكون بينهم. وإزاي مستر كولر بيفكر وإزاي فاندن بروك بيفكر. لو رجعنا للسيناريوهات طبعاً بس ده ماتش مختلف لإنه ده ماتش العودة. لو رجعنا لإمكان فاندن بروك بقى له فترة صغيرة بس مع فرقة الوداد. لعب بإسلوبين مختلفين تماماً ماتش سانداونز وماتش النادي الأهلي خصوصاً في البدايات. ولو معنا صور ياريت نجيب الصور على الشاشة عشان نشوف بدايات الوداد في المباراتين الماضياتين. مع سانداونز على أرضه ومع النادي الأهلي على أرض النادي الأهلي. فاند بروك بقى لسه جديد أيمان لكن مدير فني بصمته وضحت على الوداد. لازم نتكلم في الكرة صحية. بصمته وضحت على فريد الوداد وبسرعة. سريعاً. سريعاً. يعني وضحت قوي في سانداونز في سانداونز. وضحت أن ده مدير فني دماغه شغاله طول الوقت. طول الوقت بيفكر مع تغييرات المغرأة بيفكر كويس قوي. ودايماً عارف هو يستفاد من مين في الوقت إيه؟ ده ده اللي عمل. وعشان برضه أدام بنتكلم كرة. ده اللي عمله هنا واستفاد منه. هنا استفاد من كل التغييرات في الشهود الثاني بتاعته كلها تقريباً. وكان بيغير لهدف. سيبك التوفيق من عدوه. وان هو جاب جول ممكن مكانش يحرز هدف. لكن هو كل اللي كان بيعمله عايز بيدور على هدف. بيدور على هدف. والتغييرات كلها كانت هجومية وكلها كانت نحي تعلم معلول. صحيح. هو ده اللي كان بيفكر فيه فاند بروك. التفكير النهاردة يختلف. هو المبرارة السابقة كان بيدور على أقل نتيجة. ممكن تحصل في القاهرة. بيدور على ما يستقبلش أهداف. عايز لو طلع التعادل. كويس. ولو فيجأ أهداف. الخطة التانية اللي هي ايه؟ أدور على هدف. لأنه هو ينفعه جدا. هو وفق في كل ده. لكن النهاردة الموضوع مختلف في ايه؟ أي. هو بيدور على هدف. كويس. هو مش الآن يجي فيه هدف. هو بيدور على هدف. هو عايز الهدف بسرعة. مش عايز يضيع وقت. الحاجة الثالثة اللي هيفكر فيها مش عايز يدخل نادي الأهل في مبراه. فهو الحسابات في دماغه كتير قوي. هو كابتن بص يمكن دي الماتش اللي فات في النادي الأهل في البدايات. البدايات. بص كان بيلعب تقريبا من بعد الدائرة. بالضبط. لكن بص أيما بعد الدائرة كله بعد زحمة بعد كده. لكن اللي كان مساعد النادي الأهل في البدايات الموراة. الرتم كان عالي قوي. عركات كتير جدا فأنت مفيش مشكلة. لكن هو دي طريقة لعبه. بص زحمة في نص ملعب. برضو نفس اللاطفة في دي 11. زحمة في نص ملعب تقريبا بتلاتة وقعدين وراهم اثنين. أيوة. كويس لكن النادي الآن يتخلص من الموضوع ده. إن هو زي أبو قولك كان انتشار كان عرضي ممتاز. وكانت حركات بسرعة. الأخطاء كتقولي لها جدا فأنت كنت تعمله مشكلة في طريقة لعبه دي. طريقة لعبه في صوت الأول ما كانش ليه وجود من أخطاءك أنت. مش من هو منافذ الطريقة صح. بص هنا بعد ما دخل فينا الجول. بعد ما دخل فيه هو الجول. بقى إحنا جبنا الجول بقى وتوحد سبت. اللي هي الطريقة التانية. اللي هي الطريقة التانية ايه أنا كده خسنة واحد. ايوة. أنا زوء هو عام يكون اللي عمله عام بسيطة جدا. راح زي اللي عبت اللي قدام شوية. واثنين سفر برضه ايه قدام لفس الحكاية. اثنين سفر بقى الموضوع اختلف شوية لإن كل تغييراته كان عنده عالي معلوم. هو استغلل المنطقة دي تماما. ويمكن هو محظوظ أن الكرة جات من الهدف جيبني هناك. صحيح. سبك أن يعني عسن الناس بتحمل عالي معلول أكيد مش عالي معلول خلص عالي معلول إيه. ايه كرة تشتتت حتى لو تشتتتها غلط. تيجي فيها جون. لكن هي حصل اللي حصل. هو بدأ يسعى في حتة اليمين دي وعمل ضغط. وصل للهدف اللي هو عايزه. إن هو احرزه هدف. احرزه هدف دائما. فرق مع جامل. طبعا دي زي وقالك ده قبلة الحياة بالنسبانه. 2-0 تخرج في القاهرة. غير 2-1-2-0 النهاردة كنا الحمد لله الموضوع منتهي تماما. حي. هو حيلعب بالسلوب ده. هو حيلعب بالسلوب ده. الضغط عليك من الأول لسابة بسيط. هو بيدور على هدف بدري. هو مش عايز يدخل لعبته تحت ضغط. عايز ينقل الضغط عليك انت. فبيدور على ضغط هجوم مكسف من الأول. عشان كيف أقولك مهمة أول ربع ساعة. تماسك لعبت النادي الآلي. وعدم الأخطاء. في الليك تطلع حتى الكرة. على قد مقدر لازم الكرة تقوم معايا. لو الزكاء كمان أنا أول مباراة أحاول أخذ فاولات كتير قوي. هو ده لازم تهدي الأداء في أول ربع الساعة. لازم بقى فيه الضغط اللي هعمل له لعبت الودات ده لازم انت تقابله حاجتين. هدوء أحصاب كويس قوي. تركيز كويس قوي. ودائما خلت كرة في رجلك حاول تأخذ فاولات كتير قوي تهدي بها اللعب نفسه. لأنه هيفضل تضغط عليك أيما عشان بيدور على هدف. هو كل بصدق ومش هيسكت. هيدور على هدف هيدور على هدف. انت خليك زكي. كل ده تقابله بحاجة بصودة جدا. هدوء كويس قوي. بس الهدوء ده مع تركيز. لأنه هدوء بس مش هنام. هدوء مع تركيز مع احتفاظك بكرة. هو كل ما الوقت بيمر هو لا يتوطر أكتر. في الأوقات دي انت ممكن تشتغل سورك العادي. وبتمنى النهاردة ان رسالة تصل لعبت النادي الأهلي من كولر. أنا مش راح أدافع. أنا بلعب بتوازن تام. تام بلعب بتوازن تام. نادي الأهلي ما وروحش يدفع في ملعب مهما كان الملعب. لا أنا بلعب بطريق متازنة تماما. ووقت ما هعرف هعمل هجم متحت. هعمل هجم متحت كويس قوي. عنده لعب مؤسريه زي كان بيرس التاوي زي كان حسيش شحات مولئين جدا. وهو أكيد برد بروك عمل مليون سيناريو عشان حسيش شحاته بيرس التاوي. شكرا بقولك لازم تقابل المبراء بشوية هدوء شوية. بإذن الله رب العين. زي ما عودناكو دايما بيبقى عندنا متابعة لفروع النادي الأهلي المختلفة مع أعضاء وجمهير النادي الأهلي العظيمة. معانا زميلنا النهاردة هانا أبو القاسم من أهلي الجزيرة. وروزان نصر أهلي مدينة نصر. وسالة حامد من الشيخ زايد. ومريم سميح من فرع التجمع اللي اتفتح حديثا. نبدأ بهانا أبو القاسم من أهلي الجزيرة. ونشوف إيه آخر الأخبار وإيه آخر الأغواء هناك قبل بداية المباراة بشارة. نفضل يا هانا. برحب بيك طبعا يا كابتن أيمن وبديوفك كرام نجوم الستوديو التحليلي. وفي كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. ومن داخل مقر طبعا النادي الأهلي بالجزيرة. هنألكوا بقى كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراة المرتقبة. وفاينل دوري أبطال إفريقيا بين نادي القرن النادي الأهلي والوداد المغربي. يعني خليني أقول لحضرتك طبعا كالعادة أعضاء النادي الأهلي متواجدين في النادي منذ ساعات. عشان بقى يتابعوا المباراة في أجواء مميزة جدا وأجواء أهلوية خالصة. يعني خليني أقول لحضرتك أنه في حالة من الحماس والترقب عند الأعضاء كمان. في حالة من الثقة يعني هما مقدرين طبعا المباراة أكيد مش هتكون سهلة. أكيد الجماهير هيكون لها دور كبير في المباراة لكن في النهاية 11 لاعب أمام 11 لاعب. عندهم ثقة كبيرة جدا فيه رجال النادي الأهلي وأنهم رجال المواقف الصعبة. إن شاء الله بقى يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية في المباراة النهاردة. كمان حقيقة كنا بنتكلم مع بعض الأعضاء قبل اللايف. قالوا لنا زي إن شاء ما عملناها قبل كده أمام السفاقسي وكمان أمام الترجي التونيسي. هنعملها النهاردة أمام الوداد المغربي ونفوز عليهم في عقر درهم إن شاء الله ونحقق نتيجة إيجابية. يعني عندهم حالة من التفاقل الكبير جدا في المباراة اليوم. إن شاء الله بقى نقدر نحقق نتيجة إيجابية. يعني ده على صعيد الأجواء. كمان بقى خليني أقل لحضراتكم الاستعداد داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. حينه في مجهود كبير جدا مبذول من قبل إدارة النادي كالعادة. مؤفرين عدد هائل من المقاعد طبعا ده كله لخدمة الأعضاء. مؤفرين أكتر من ست شاشات طبعا من غير الشاشة العملاقة اللي بيكون عندها معظم الأعضاء. يعني حينه فيه أجواء مميزة جدا أجواء أهلوية خالصة زي ما قلت. يعني ده أبرز الأجواء وكمان الاستعدادات. قبل ما اختم كلامي طبعا بتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. إن شاء الله بقى النهاردة هيقدموا مباراة كبيرة جدا ويقدروا يفوزوا في المباراة ويتوجوا بيق البطولة للمرة الحداشرة. ونكون بنحتفل مع الأعضاء ومع حضراتكم طبعا عقب انتهاء المباراة. والآن العقبطة لحضرتك مرة أخر في الستوديو تفضل. شكرا جزينا الزميلة هانا أبو القاسم. نفرع الجزيرة ونروح لزميلتنا روزان نصر لأهل مدينة نصر ونتابع أخبار الأعضاء هناك. فضال يا روزان. برحب بيك كابتن أيمن وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الستوديو التحليلي وبرحب أكيد بكل مشاهدين ومشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني يوم مهم جدا يوم ممتع جدا وأجواء هنا ممتعة جدا من داخل مقار النادي الأهلي فرع مدينة نصر. هكون متواجدة طبعا معاكم في تغطية خاصة ومميزة جدا ليه بطولة نهاية طبعا أبطال إفريقيا ما بين النادي الأهلي والوداد المغربي. الحياة يعني أنا مهما وصفت المشهد هنا عمري ما هادر أوصفه بالشكل الصحيح. خليني أقولك يعني الأعضاء يا كابتن أيمن موجودين هنا من بدري جدا كلهم لحجز طبعا مقاعدهم من أمام شاشات العرض الرئيسية. الكل هنا الحياة رافع علام النادي الأهلي. الكل هنا مشغل أغاني لدعم النادي الأهلي كبار وصغار. صغار الحقيقة يعني كمان عمري ما هادر أنسى يعني أكيد يعني جهود رجال الأمن الموجود الحقيقة في كل الفروعة وبالتحديد كمان هنا في الفرع لتنظيم التزاحم ما بين الأعضاء. يعني خليني أقول كمان الأطفال وكبار السن بالتحديد. أكيد كلنا مترقبين يعني مباراة اليوم على قد ما هي مباراة صعبة ولكن الكل هنا يعني في تفاول كبير جدا وفي حماس كبير جدا حاولت أعرف أراء الجماهير هنا في النادي يعني ولقيت الحقيقة حماس كبير جدا وكلهم ثقة إن شاء الله في مباراة النهار ده وفي رجال طبعا الأهلي. يعني كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي النهار ده أمام الوداد ونرجع نحتفل طبعا باللقب الحداشر معاك يا كابتن أيمن ومع المشاهدين بشكرك وعودة ليك مرة تانية. شكرا جزيلا للزميلة روزان نصر ومن أهل مدينة نصر نوح سريعا لأهل الشيخ زايد والزميلة سالة حامد فضال يا سالة. مرحب بك طبعا يا كابتن أيمن وأكيد بديوفك الكرام والكبات الكبار في الستوديو بالتأكيد بنتكلم طبعا عن الكابتن علاء مايهوب والكابتن أسامة عرابي الكابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسني وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة القناة النادي الأهلي في كل مكان. وزي ما حقق قلت يا كابتن أيمن يعني حاليا المنتوكدة داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد طبعا عشان لحضراتكم كل الأمور والاستعدادات طبعا بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. وأكيد مشاهدة مباراة اليوم وهي المباراة النهائية لبطولة أو البطولة دوري أبطال إفريقيا طبعا بين النادي الأهلي ونادي الوداد. وأكيد المباراة التي تقاوم على ملعب محمد أو مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا إلا مغري. ممكن سريعا يا كابتن أيمن قليني أقول لحضرتك طبعا الأجواء هنا من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. يمكن يعني يمكننا متواجدين كلنا كفريق العمل قناة النادي الأهلي من بدري في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. ويمكن يمكننا متواجدين من الساعة سبعة. يمكن كان فيه عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي متواجدين من بدري من قبل المباراة بحوالي ثلاثة أربعة ساعات. ويمكن مع اقتراب موعد المباراة كل شوية بيزداد أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم. كمين خانيني أقول لك أن الاستعدادات هنا على أكمل وجه فيه مجهود كبير جدا بيبدل من جميع القائمين هنا. ويعني كمان إدارة النادي الأهلي أكيد برأسة كابتن محمود الخطيب لإدارة التنفيذية وأكيد إدارة الخدمات تحت إشراف الأستاذ محمد الألفي أو الإدارة التنفيذية طبعا تحت إشراف الدكتور سعد شلبي. الكل موفر يعني جميع التسهيلات لكل أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم. العدد أو العديد من الشاشات اللي عرضوا طبعا بالتأكيد احنا موفين حاليا أمام الشاشة الرئيسية. وجميع أعضاء النادي الأهلي كمان في العديد من الشاشات في جميع أنحاء النادي الكثير من المقاعد طبعا لكل يبعنده الإمكانية أنه يتفرج على المباراة النهاردة بشكل جيد. كمان خليني أقولك يعني بالنسبة للأجواء هنا يمكن من بدري يمكن كان عندي بعض الأحاديث مع جميع أعضاء النادي الأهلي مختلف الأعمار سيدات رجال. الكل كان بيتكلم في مباراة اليوم يا كابتن أيمن والكل كان بيتكلم يعني عن هل مستر كولر مين الحداشر اللاعب اللي هيبتدي بيهم. إيه الخطة المحضرها لمباراة اليوم الكل متحمس وكمان عندهم حتة مهمة جدا هي أنه واسقين جدا في جميع العبين النادي الأهلي. أنهم على قدر المسئولية وعلى قدر الثقة الموجودة عند أعظم جمهور في الجون كمهير النادي الأهلي طبعا وتحقيق أكيد اللقب الحداشر في تاريخ النادي الأهلي. فيارب طبعا إن شاء الله يا كابتن أيمن أن نكون متواجدين مع حضرتك بعد الستوديو التحليلي وبعد مباراة اليوم ونحتفل مع بعضك العادة طبعا يعني على شاشة كونتنا نادي الأهلي بشكل حصري وبشكل مباشر طبعا. احتفلت مع جميع أعضاء نادي الأهلي وطبعا أعظم جمهور في الجون بتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ النادي الأهلي. إن كده سريع كابتن أيمن كانت كل الأجواء هنا من داخل فرع نادي الأهلي بالشيخ زايد. والآن لعودة مرة أخرى للستوديو طبعا نتكلم لك يا كابتن أيمن تفضل. شكرا جزينا الزميلة سلاح حامد وأخيرا نروح لأهل التجمع والزميلة مريم سميحة فضال يا مريم. برحب بيك يا كابتن أيمن طبعا وبرحب بالضيوفك الكرام نجوم للستوديو التحليلي طبعا كل الكباتن الكبار كابتن أسامة عرابي كابتن علاء ميهوب كابتن أسامة حسني وكابتن أحمد بلال. برحب بكل مشاهدي متابعي شاش قناة النادي الأهلي في كل مكان حقيقة يعني التغطية الأولى من داخل فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس بعد ما تم افتتاحه في حفل كبير وضخم منذ عشرة أيام. الحقيقة زي ما احنا تابعنا على شاش قناة النادي الأهلي كل الجماهير هنا طبعا بتقول يا رب والحقيقة متفقلين جدا بفرع التجمع الخامس. الحقيقة خليني أقول أن يمكن في مباراة طبعا ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نادي الأهلي والوداة كانت بتقام يوم الأحد الماضي كان يعني يمكن يوم 4 يونيو كان عدى بس على افتتاح طبعا فرع النادي الأهلي بتجمع الخامس فقط ثلاثة أيام. ولكن الحقيقة كان يعني يمكن الجماهير هنا وأعضاء النادي جمع علشان يشاهدوا المباراة والحقيقة أن يعني الأعداد تخطط ما يقرب من 5 ل 6 ألاف عضو طبعا داخل هذا الفرع. ولكن الحقيقة النهاردة بقى خلينا أقول استعدادات مختلفة تماما لمباراة الإياب طبعا أمام نادي الوداة في نهائي دوري أبطال إفريقيا. الحقيقة استعدادات أكيد على قدم الوساق لكل العاملين أو القائمين على فرع طبعا أن يدي الأهلي بتجمع الخامس لا تقل أبدا أهمية عن بقية الفروع أو التلت فروع الأخرى الحقيقة. يعني استعدادات ما قبل هذه المباراة وأجواء رائعة. خلينا أقول لك أن طبعا بقيادة العميد أحمد إيهاب النحاس. الحقيقة أن عمالة كلها رفعت حالة الطوارئ والحقيقة أن هم متواجدين منذ الصباح الباكر وأن تحضيرات الحقيقة بيتحضر لها منذ أمس. طبعا يعني كانوا جاهزين بشاشتين عملاقتين طبعا في النادي. طبعا الشاشة اللي احنا موجودين عندها زي ما انت شايف يعني من خلف يا كابتن آيمن الحقيقة صورة مبهرة جدا وضخمة جدا. يمكن وفروا أمام هذه الشاشة ما يقرب من ألف مقعد وما بينهم طبعا وما بين كل مقاعد ممرات أمنة. علشان كل أعضاء يدوروا أنهم يتحركوا بشكل سليم طبعا ومريح بالنسبة لهم. أيضا فيه شاشة أخرى من الاتجاه الآخر من النادي وهي الموجودة عند طبعا يعني ملاعب الكرة موجود قدام ما يقرب من 600 مقعد. والحقيقة أن يعني بحادثنا مع القائمين على الفرع هنا هم جاهزين هم يستقبلوا ما يقرب من 9000 أو 10000 عضو علشان يكونوا متوجدين. طبعا خلينا نقول فيه موجود هنا ما يقرب أو تحديدا سبع منافذ بالمطعم الرئيسي علشان يخدموا كل أعضاء النادي الأهلي بقر يحية داخل الفرع الجديد طبعا زي ما بيقولوا أو بيطلق عليه. يعني كل جمهرين النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي أخر العنقود بالنسبة لأ النادي الأهلي. متفقلين كلنا بنقول يا رب إن شاء الله يبقى وش النادي الأهلي فرع التجمع الخامس حلوة على كل الأهلوية. وإن شاء الله يعود طبعا لعيب النادي الأهلي باللقب 11 للأميرة السمراء. شكرا جزيلا للزميلة مريم سميح وطمن على كل فروع النادي الأهلي. الحمد لله متفقلين كلنا. إن شاء الله المكسب النهاردة للنادي الأهلي وليلة حمراء بإذن الله رب العالمين بعد مكسب النادي الأهلي بالبطولة. طبعا كابتن وسامة كابتن علاء يتكلم على بدايات النادي الأهلي النهاردة وبدايات الوداء. طبعا التشكيل نزل لو إحنا جاهزين بالتشكيل نقول التشكيل ولما نجهز ممكن نحطه على الشاشة. تشكيل النادي الأهلي النهاردة محمد الشناوي لحرص المرمى، محمد هاني زهير أيمن علي معلول زهير أيصر، قلبي الدفاع ياسر إبراهيم، حمد عبد المنعم، وسلاسي خط الوسط الدفاعي حيبقى حمدي فاتحي، مروان عطية، أليو ديانج، وسلاسي المقدمة حسين الشحات، فرسي طاو، ومحمود كهرباء. مرة ثانية محمد الشناوي لحرص المرمى، رباعي خط الدار محمد هاني زهير أيمن علي معلول زهير أيصر، وقلبي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وسلاسي خط الوسط الدفاعي حمدي فاتحي، مروان عطية، أليو ديانج، وسلاسي المقدمة حسين الشحات، وبرسي طاو، ومحمود كهرباء. احتياطي نادي الأهلي النهاردة، علي لطفي لحرص المرمى، خلد عبد فتاح، رامي ربيعة، عمر السلية، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، حمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف. تشكيل نادي الوداد المغربي، يوسف المطيع لحرص المرمى، ورباعي خط الظهر، زهيرين أيوب العملود، يحيى عطية الله، وسنائي قلب الدفاع أرسن زولة وأمين فرحان. قدامهم اتنين نص الملعب، جلال داودي ويحيى جبران، ورباعي المقدمة سف الدين بوهارة صاحب الهدف بتاع القاهرة، وآيمن الحسوني، محمد قوناجم، وبولي صامبو. كابتن أسامة، التشكيل بالنسبة للنادي الآليا هو نفس التشكيل مع وجود محمد الشناوي من بداية المباراة. كابتن علامة يهوب قال أن مستر فاند مروك النهاردة سيستغل عامل الجماهير، ولكن هناك فرق بين مباراة الذهاب ومباراة القيام. كابتن أتوقع أن النهاردة سيضغط بشدة من البداية المدير الفني البلجيك. ماتش الزهاب بالنسبة للوداد وصانداونز، ماتش البداية عنده في أرضه، بدأ بداية غير متوقعة، بدأ بداية بتحفز في نص ملعبه. ماتش العودة بتاع صانداونز؟ لا، الزهاب، الزهاب على أرض. أقول لك الزهاب على أرض، وياريت لو معنا سورة الماتش الزهاب، ياريت نشوفها. النهاردة، الكابتن علاء والكابتن بلال والكابتن وسامة رجحوا أن الضغط من البداية سيبقى من الوداد. ولكن لو نادي الأهلي ده مساحات للنادي الأهلي، والنادي الأهلي نجح إن شاء الله في إعراز هدف، ستتصعب الأمور عليه أكثر وأكثر. يفكر إزاي فاندن براه؟ أيمن ساني واحد، ساني واحد، ساني واحد، هو بدا بس يا عسامة في المغرب بالطريقة دي، لو كان لسه كمال لسه بادئ، فهو برضه هو أول أم النفس هو كمدير فني، انت فهم عشان بدايته؟ مصبوب، مصبوب، ساني، أكيد هو سامة دي، يعني النقطة دي برضه هو كان عملك سامة، سامة أكيد أعرف برضه، بس أنا بقول لك يعني يعني النقطة مهمة اللي على التكلم فيها، وفعلاً ممكن يكون كانت أول مباراة لي، وهو معروف إن سان داونز من أكثر فرقة بتعمل استحواز وخطرين في التلت الأخير، فهو كانت أول مباراة لي لفاندر بروك بعد ما تغير، وجيماً كان المدير جاريدو، فممكن يكون كانت بلعب بتحفظ كأول مباراة لي، لكن أنا أعتقد النهاردة الأمور هتبقى مختلفة، ليه الأمور هتبقى مختلفة؟ خلي بالك، لو النتيجة 2-0، ممكن أنا كمدير فني، أبقى الآن قوي قوي قوي، أنه أجازف، وبعدين يجي فيها جون، يبقى المهمة مستحيل، لكن هو 1-0 يكسبوا اللقاء، فأفضل وقت يجازف فيه هو بداية اللقاء، مش في الآخر، ليه؟ لأنك إنت لما بتجازف في الأول وأنا في ملعبي، وعايز نتيجة 1-0، بجازف، وحتى لو حصل خطورة والنادي الأهلي جاب جون، حتى لو حصل خطورة والنادي الأهلي جاب جون، عندي فرصة أن أعود، يعني لو وصلت إلى 2-1، برضو أنا دخلت في ضربات الجزاء، فأنا أعتقد أنه فاندر بروك النهاردة، تفكيره، أنا بحط نفس مكانه كمدرب لو جات لي فرصة زي دي، أو حتى كشخصية نحن كلعبة النادي الأهلي، ومديرين الفنيين اللي جلنا على مدى التاريخ، أنت جايب في ملعبك، في وسط جمهورك، ومغلوب برا 2-1، ما أعتقدش أنه هبتدي متحفز، هبتدي متحفز ليه؟ لازم أبتدي أستغل الاندفاع الحماسي اللي هيبقى عند الجمهور، والاندفاع اللي هيبقى عند اللعيبة اللي عندي، اللي عبتي يعني، والإصرار اللي هيبقى عندهم في أول اللقاء، وهتبقى فيها مخاطرة، أولا لازم هيعمل كده، وممكن ديفنسو يتفتح، ممكن يجي فيه جون، بس لازم هيخاطر من الأول، لازم يخاطر عشان يخلص فرق العالم، لازم هو يخاطر، في المقابل يستغلها زي مستر كولر، مستر كولر بقى، دي نقطة مهمة بالذات لبيرسيتاو، ولحسين الشاحات والكهارابة، وبالذات بيرسيتاو، ولحسين الشاحات، الأطراف، وخاصة أن الكهارابة كمان لما بيسقط لتحت، تلاقي بيرسيتاو بيقطع في ظهر الاتنين قلبي الدفاع، أو حسين الشاحات، وحتى لهدف الثاني، اللي تلعبت من هاني لضهر الباكرايت، من هاني لضهر الباكرايت، لحسين الشاحات، اتعاملت أكتر من مرة على فكرة في خلال اللقاء، ومستر كولر من الحاجات اللي بيستغلها في كل ماتشات الدوري، أو الماتشات الأفريقية، الكرات الطولية اللي بتبقى من محمد عبد المنعم، من محمد هاني، من معلول، من الثلاثة بتاع نص الملعب، لبيرسيتاو، وحسين الشاحات، والكهارابة خلف المدافعين في المساحات الفاضية، وجهة نظرك النهاردة إنه هو هيقلل شوية من حيث تلعب في نص الملعب، لا، هيلعب، بس أنا أقصد، هيلعب على كرة الطولية، هينوع، هلازم أنا أعمل استحواز وسيطرة كرة من رجل للرجل، وفيه أوقات لما بقطع كرة في عدم تمركز المدافعين الجيد في الخط الخلفي، عدده ما بيقى ناقص لأنهم هيبقوا مهاجمين كتير، وفيه مساحات في ظهرهم، لما بتحرك فيها حسين الشاحات، أو بتحرك فيها بيرسيتاو، أو بتحرك فيها الكهرباء، بتتعامل كرة طولية خلف المدافعين، فأتمنى إن النادي الأهلي يوفق فيها دي النهاردة، لأنه كمان بيرسيتاو وإحسين الشاحات من الناس اللي بتحب تلعب في مساحات فاضية، يعني بيرسيتاو أحسن أوقات لي لما بيلعب على مدافعين في ظهرهم مساحة كبيرة، يعني يمكن لما بيلعب فيه تكتل في خط الظهر، ممكن بتبقى له أمور صعبة شوية، لكن هو بيرسيتاو تقلقه كبير جدا كل ما المساحات فتحت، يعني كل ما النادي الأهلي بقى في نص بلعبه، وفرقة الويدات طالعة لقدام وعايزة تهاجم وفي مساحة كبيرة، بيرسيتاو بيحب بقى تتلعب له في المساحات، أو حسين الشاحات، فأتمنى إن النادي الأهلي إن شاء الله يقدر يستغل الحاجات دي، بإذن الله رب العالمين، ويحرز هدف هيصعب على يوم الأمور، يا رب إن شاء الله، نروح لفاصل، نرجع لحلقكم مرة أخرى بعد الفاصل، نكمل كلامنا مع انجومنا الكبار، انتظرونا، برضو محتاج خبرات لمحمد الشناوي طبعا، وإن شاء الله يعني يكون شفاء اكتمل بنسبة 100%، أكيد طبعا إن ميسر كولر مرضيش وضحي بالبراء الأوانية، وشوفنا تقلق مصطفى شوبير، اللي هو براء الـ 18 النهاردة، ولكن، أو براء الـ 19، النهاردة، إيه رأيك في تشكيل النادي الأهلي، وثبت تقريباً ثبت التشكيل، يعني ما فيش فيه تغيير غير محمد الشناوي، التحية طبعاً بحي مصطفى شوبير، للمباراة اللي فاتت لعب تحت أجواء كانت صعبة عين وضغطات، والحقيقة خرج بالماتش، يعني من وجهة نظر الشخصية لما هو عليه الآن، عمل ماتش جيد جداً، بحيي طبعاً، الشهادة مننا لي، الشناوي طبعاً خبرة، خبرة كبيرة جداً، ولاب في الأجواء دي مع منتخب مصر، ولاب مع النادي الأهلي فأوقات كتيرة جداً جداً، فالشناوي يعني، أو كان من الوضع الطبيعي أن الشناوي النهاردة يأخذ مكانته الطبيعية، مباراة صعبة جداً، يعني محتاج خبرة، محتاج لعيب متمرس في الأجواء دي، تمام، متحمس، جول كويس، كواليتي كويسة، لكن في الأصل الرقم واحد هو محمد الشناوي، بالضبط، النهاردة أنت تلعب نفس التشكيل، أعتقد أول تشكيل جايد، تشكيل النادي الأهلي جايد، بيلعب بالمباراة اللي فاتت بشكل منتظم، يعني، مفوش تغيرات كثيرة في التشكيل، 4-3-3، دي طريقة المعتادة في الأوينة الأخيرة لمستر كولر، لما ابتدى كان بـ 4-2-3-1، وبعدين خلاص، هو سبت تشكيل 4-3-3، شايف أن 4-3-3، طريقة بتنفذ له، يعني، حاجات كثيرة من اللي هو عايزة، بتساعد في الطرق الدفعية بشكل كبير جداً جداً جداً، وفي نفس الأوات، بيدي بعض المهام للعيبة نص مرعب، أن هم يعملوا الزيادات، خاصةً حمد فاتحي، اللي بيقلب في بعض الأوات، يقضل رقم 10، في الهجمات، في الهجمات، اللي بتبقى موجودة في صالح النادر يعني، عمالها وقت كثيرة جداً، سجل بعض الأهدف، مرة اللي فاتت، عملها الكي باس، اللي راح لحسن الدبل باس، اللي تلعبت مع حسن الشاحات، اللي عملها كروس باس، اللي بيرسي تتاوي تسجل منها الهدف، فحمد فاتحي بيجيد الحقيقة، اللعبة في الحتة دي، ويجيد يعني، أنه يختار الأماكن الحلوة، تمام، اللي يقدر من خلال أنه يسجل، بلعبت معه بشكل كويس، تمام، وإحنا كنا طالبنا قبل كده، قلنا يعني، مستر كولر، محتاجين لعيبة بتلعبت معه بشكل كويس جدا، لعيبة بتعرف تحتك، لعيبة عندها قوة، لعيبة يعني، ممقن قد يجوز، المهارة ممكن تبقى مطلوبة، لكن القوة البدنية، وطول القامة، مطلوبة أكتر النهار، خد بالك، أنت بتلاقي فرقة، أهم ما يميزها، هي الكرات العالية، الكرات العالية، وبالتالي الكرات العرضية، وأيضاً ما تميز فرق، ويعتمد عليها بشكل كبير جدا، 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 یہー الأساس بالنسبة关 له، المهارات الفردية بتاعت اللعيبة، أو إن اروح، واشتغل واحدا ده واحد، هذه حاجات الطبقة الجو Muchas Thanksmax would be, منع department and patient in the living room. لكن اللعبة الأساسية أو... طبعا who will be extremely soting, sliders method that type of business will be, بيشتغل بتلعب كرة طويلة بيحضر على بولي سامبو تمام بيحضر عليه ويبتدي يحضر للعيبة اللي جاءة من الخلف وبتدي ينطلق دي في الكرات الطولية الكرات العرضية هم ممازين وهم عضوهم أطوال كبيرة جدا والمباراة اللي فاتت احنا عنينا بعض الشيء في الكرات العالية وده شيء لاحظنا عشان كده بقول ايه ان اللعيبة اللي تلعب المباراة دي مهم جدا النهاردة جماعة انك تتمركز كويس انك تمسك مان كويس النهاردة ما فيش واحد بيسيب او يلعب او ت دفع الدفاع منطقة يعني الدفاع المنطقة ممكن يوصلنا الحتة فيها خطورة شوي لكن انك تلعب مان في التمنتاشر ده مهم جدا انك تختار مين يمسك مين ده مهم في غاية الاهمية مين يا جماعة مين يمسك مين تمام مش اللعيبة اللي تعتمد على نفسها مش اللعيبة اللي يسلم انا ممكن النهاردة اقول لك انا مع الكابتن علاء لأ لازم انتو الحاجات دي محددة لما بتلعبوا قدام فرقة متميزة في حتة ديك طبعا 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 في بعض الاوات يعني بكل لعيب يعني عارف الاطوال طبع وعارف مين اللي بقى مع كل واحد مع مين طبعا ازاك الكلام تقول ده صح جدا اكيد اه وده شيء مهم جدا يعني نفعش تستمي اللعيب هو الاختار يعني يختار القريب منه فتلاقي واحد قصير مع واحد طويل فهم اصلي واحد بلعب معه كويس تلعب مع واحد يعني مش مميز او في الكرات العرضية فده هيبقى صعب جدا وهيمس الخطورة على النادي لحظة اصغ في قدرات لعيبة النادي بشكل كويس يعني مستر كولر النهاردة ممكن في بعض الاوات يستحوزوا في بعض الاوات او في اكثر الا اوات ممكن يشتغل على هجمات المرتدة السريع طول ما انت النتيجة صفر صفر وده شيء هبا يخد بالك مهم جدا بالنسبة لعيبة النادي لحلي خد بالك اللعبة التانية مهم بشكل كبير جدا بعد ما تقطع هتشتغل ازاي ده اهم لعبة النهاردة ممكن تشتغل عليك لعيبة النادي لحلي انت عندك فرق سرعات حسن الشحات اسرع بكتير جدا من الرايد باك برسيتاو اسرع من يحي عطالة فالنهاردة انت السرعات لصالحك فالنهاردة التحول هتعمله ازاي هتشتغل علي ازاي هل هتشتغل ببط فتدخلهم في الجيم تاني وهلا هتشتغل وتستغل السرعات اللي موجودة عندك فانت مهم دقة التمرين النهاردة بعد ما تعم بعد ما تقطع او التحول بتاعك من الدفاع للجوم ده نقطة مهمة جدا جدا كابتير رايمي لو استغلنا بشكل كويس المبارا اللي فاتت لو اخدت بالك فيه كورتيل لبرسيتاو من وراء الاتنين المدافعين راحوا واحدة وعملها برارد والتانية راحوا وعملها الكهرباء تمام اللي حطاها في دي الجول دي كانت نقطة مهمة جدا او تحول كان س ما قال مش عيب انك في بعض الاوقات تلعب جيم مش جيمك مش بتاعك بطريقة مش بتاعتك مش عيب انا ممكن يعني مش عيب ان الاهل يدافع انت بتلعب مباراة مهم انت كسبان هنا في القائرة انت كنت سألت الكابتن عليها يلعب ازاي هو هو مغلوب زي ما كان مغلوب هنا اتنين واحد وبيلعب عشان ياجب هو برضو راح مغلوب هو مش راح متعادل فبالتالي هيبتدي برضو يضغط من قدام فانت النهاردة عندك نقطة الانطلاق او التحول بتاعتك لما تقطع تشتغل على الحسن الشيحات ازاي وقت تشتغل على برسيتاو ازاي كابتنسامة مباراة قد تحسم عن طريق بعض التفاصيل كرة سابتة تزديدة من خارج الثمانتاشر كرة مفاجأة ولكن لابد من التركيز مش تسعين دقيقة من بداية المباراة لحد نهايتها من لعيب في النديل اهل ده مش من لعيبة بس ده لازم كمان من خارج الخطوط كله كمان لازم يكون هو عايش المباراة ومتوقع كذا السيناريو هيحصل صح لو النادي الاهل ان شاء الله تقدم الشكل هيب عامل ازاي لو النتيجة سلبية وتعادل السلبي يبقى الملعب شكله ازاي لو الوداد تقدم ممكن يقلب طريقة اللعب ازاي احنا عندنا ثالث سيناريوهات اه في البداية المحافظة على الشباك نظيفة والنتيجة تعادل في البداية كابتن ايمن اول حاجة انت بتفكر لازم يبقى شكلك الدفاعي قوي كويس الشكل الدفاعي لازم الخطوط متقربة دي اول حاجة لازم النهاردة حسين الشحات وبرسيتاو في القاهرة كما بيهاجمه بنسبة 80% كممكن يعمل الناحية الدفاعية عشين في الملاد النهاردة مطلوب انه يرجع يشتغل في مساحة الميت متر لازم علي معلول يلاقي مساندة من حسين الشحات ولازم يلاقي مساندة من حمد فتحي لازم تقفل الجبهة دي ودي الجبهة الخطر عند الوداد اللي فيها العملود ونجم حتى نهاردة وفيها ايمن الحسون بير من ناحية دي كمان فانت نهاردة لازم تقفل الجبهات لازم من ناحية تانية بيرسيتاو ينزل مع محمد هاني بيميل برضو أليو ديانج علشان يقفل الكلام دي ومرة انا اعطيها بيرحل حسب الهاجمة رايحة فين برضو بيكون قفل اكتر في عمق الملعب لازم الخطوط بمتقربة النهاردة لو اشتغلت في مساحة 100 متر هتتعب كنادي اهلي لكن طول ما انت مدايق المسافات مدايق الخطوط النهاردة لو لعيبت رأس بيلاقي واحد تاني بيغطيه واحد يضرب في كرة بيلاقي واحد تاني المسافات قريبة علشان كده لازم يكون الشكل الدفاعي للنادي الاهلي بهذا الشكل الحاجة التانية لازم تقلل الفاولات بتاعتك خارج التمنتاشر ان زي ما كابتين قالوا الكرات السابتة للوداد بيمتازوا بالكرات العالية فانت لازم تقلل الكرات السابتة بتاعتك الحاجة التانية كنا دايما في المباراة اللي فاتت بنقول استغلال الفرص لأ ده النهاردة حتى بتتكلم على انصاف الفرص النهاردة الخط الهجومي بتاعتك هيظهر لك فرص وارجع لمباراة السابقة فيه فرص بتظهر وفي المباراة اللي برا لكن النهاردة اللي عيب اللي زكي لازم يكون مركز مليون في المية عارف إن في أي وقت من الأوقات المباراة بيجي لي فرصة إزاي يستغلها إزاي يكون مهيئ نفسيا إزاي يكون عند الكوة والشراسة والهدوء في نفس الوقت علشان النادي الأهل النهاردة أنت بتتكلم في نواحي دفاعية وتمركز صح نهاردة لازم أدور برضو على السيناريو التاني إنها لازم حط عب على الوداد إن أنا أخطف في وقت من الأوقات ده مهم جدا لقدر الله الوداد لو تقدم واحد صف أنت مطالب تجيب بقى هدف طب لو تقدم بهدفين مطالب أجيب بهدف طب إذا في كل الأحوال النادي الأهلي وإنت بتدفع صح وإنت الخطوط متقربة وإنت عندك صلابة دفاعية لازم أدور برضو فاتمي الأوقات كرة سابتة اللي أنا مميز في كرات السابتة عن طبيعي محمد عبد المنع مؤسس إبراهيم أو الكرات الخارج الثامنطاشر ممكن يتعامل فيها تريكة زي ما شفنا في المرات السابقة بس طول ما النتيجة صفر صفر برضو الضغوط على الوداد الوداد عليه ضغوط كبيرة جدا الوداد هو اللي هينزل عايز من أول ده يدور على هدف وطول ما الوقت بتأخر يعني عليه ضغط إنه عايز يجيب هدف إنت لو سجلت كنادي أهلي ولعبت كنادي أهلي هتحط عليه لعب أكتر مزبوط علشان كده النهاردة لازم بتقرب الخطوط مهم جدا الكرات السابتة الدفاعية اللي عليك لازم مهم جدا يبافية تمركز ودائما تقلل الفاولات بتاعتك من خارج الثامنطاشر الجبهات الدفاعية حسين الشحات علي معلول حمد فتحي ناحات تاني برستاو محمد هاني حمد آليو ديانج لازم يكون شكل كويس الحاجة المهمة جدا بقى شفناها في مباراة الترجي من محمود كهرباء ومشوفتهاش منه في مباراة الرجاء النهاردة لعبت النادي الأهلي محتاجة أننا نطلع بالكورة فأنا هطلع على مين لازم أطلع على واحد محمود كهرباء رقم واحد مزبوط دايما أننا باعمل الكورة الطويلة ياسر إبراهيم أو محمد عبد المنعم أو محمد الشناوي لازم النهاردة مهاجم النادي لها لازم يوقف على الكورة لازم يكون محطة لازم النهاردة يكون عندي نوع من الزكاة أننا أنقل الفرق ممكن بفاول ممكن النهاردة أخذ الكورة حط المدافع بيجي المسني من وراء آه أخذ فاول أريح لعبتي أما لو أنا بفقد الكورة بسهولة هتلاقي دايما نفسك في حالة دفاعية هيبقى فيها صعوبة على وسط الملعب فيها صعوبة كمان على المدافعين فالنهاردة أنت محتاج تشتغل على النقطة دي بشكل كبير طبعا محمد الشناوي عليه دور كبير جدا النهاردة كل الكورة العالية في التمنتاشر برضو الخبرات في المباراة اللي زي دي إمتى تهد الملعب كحارس مرمى كبير لما تلاقي فرقتك مضغوطة في وقت من الأوقات إزاي ممكن أهد الملعب أكثر رتم اللعب زي ما شفنا فريق الوداد كان بيعمل نفس الكلام هنا يوسف المطيع كان بيقع ممكن تلاقي الكورة بتطلع برا باخد خطوات بهد الملعب معرفش كورات الفولات اللي كانوا بياخدوها ممكن يزوء كورة 2-3 متر فلازم النهاردة الطيبة ما تنفعش في مرات زي لازم يبقى تشارس لازم يبقى عندك زكاء لازم عندك كوة عندك كوة في الالتحامات كمان لازم لعب الوداد النهاردة يعرف أن النادي الأهلي لا لأنه النهاردة أنا جاي أكسب في ملعب الوداد لكن استفادة من الكورات السابتة بالنسبة للفريتين يعني هم مميزين في الكورات السابتة ولكن عندهم نقطة ضعف كمان في نقطة خاطة الدفاع في التعامل مع كورات السابتة أخطر كورات للنادي الأهلي بتكون هجومية لما تتعامل على العرضة الأولى بزرح بتشوف محمد عبد المنع مميز فيها بيقطع وجاب السنة الفاتف في مرات الرجاء هدف من الكورة دي صحيح علشان كده الكورات السابتة هنا وهنا بتمسل خطورة لازم أدفع بشكل كويس جدا وفي النواحي الهجومية لازم يبع عندي الهدوء وممكن ملعبش الكورة من لامسة واحدة لا يبع عندي فيها تركة معلول واحد بينزله بيعملها له بره بتتعامل على العرضة الأولى يبع فيها تحرك وبرضو الرجاء ببع عنده قصد الوداد ببع عنده يعني تمركز في الكورة التانية خاطئ في بعض الأحيان صحيح طيب كابتن علاء سريعا انت قلت السيناريو المتوقع من الوداد السيناريو المتوقع في البداية من ميستر كورة مش اللي احنا بنتمناه لا 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 ميستر كورة هتبقى كاربا على دائرة السنتر وبقى الفرقة موجودة وكلها احتاج الشحاتي وبرسيته هو هيسيب الكاميار ده دول لحد دائرة السنتر نفسها وكاربا هيستنى وتبقى كله المساحات تقرب لا لا خالص اللي هيبقى اللي مستعجل هو انا مش مستعجل انا ليه اباغت وانا ممكن تحصل خطأ ليه من بداية ما وراه لا اهم النفسها كويس قوي لكن المهم قوي مع اول خط تدفع عليك هو كاربا برسيته وحسين الشحات كل ده كويس قوي الاهم من كل ده ياسر محمد عبد المنعم معلول محمد هاني لازم نضم الملعب قد من يقدر وقبلهم طبعا التلاتة اللي هم في نص الملعب علومه النهاردة حملة كبير جدا 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 هو ان شاء الله لا ما لسه اقول لك ما اقول لك دايما كده خلي المساحة اللعب قليلا جدا طول ما انت بعد عن الشناوي انت معلكش خطورة طول ما انت بتقرب للشناوي المسافة تبقى للشناوي رائبة جدا حتى لو جات فاولاتك المكان ما عليها قسامة خليها دايما من بعيد ما تخليش الفاولات يا ايمن من مناطق الخطر لا خليها من بعيدة فيش مشكلة عشان كده لازم ابعد الخطورة عن الشناوي على قد ما تقدر خلي دايما ضغطك اللي هو من بعد اول دارة السنتر واطلح انت لقدام خالص محمد عبد المنعم واسر براي صحيح كابتن وسامة توقعتك لبداية النادي الاجماء اتوقع انه برضو هيلعب تحفظ في الاول بالذات الـ 15-20 ديئة الاولى ما اعتقدش انه هو يفكر في المجاسفة عشان النتيجة في ايديك انت لازم يمتص الحماس شوية من اتصور كده يعني ممكن يعمل طول ما النتيجة 0-0 لا لا مش دروري طول ما نتيجة 0-0 لا انا بسأل طول ما نتيجة 0-0 هايبقى اللعب بتحفظ من جالب النادي الاهلي لا مش شرط مش شرط انا بس بتكلم على على الفترة الاولى الفترة الاولى ممكن يبقى متحفظ شوية عشان الحماس بتاع الجمهور وحماس اللعب ممكن يبقى متحفظ شوية وبعد كده يبتدي يلعب على يلعب على مساحات الفاضية اللي بقى افضار الديفنس بتاعهم وبعد كده ممكن حتى يضغط من قدام في اوقات من اللقاء فالسيناريو مش هنخش جوا مستر ديماج مستر كولر بالزبط ولكن ده اللي احنا متوقعينه البداية الهجومية هتبقى من فرقة الوداد على ما اعتقد سريعا كابتن بلال السيناريو متوقعك العادة الشرط الاول لا مستر كولر يعني انا اتفق مع الكابتن بس هو ساعات بيبقى انكسبيكتد يعني تمام ممكن يبتدي هو يهاجم شوية تمام يبتدي هاجم شوية عشان خطر يدي بس ميسج لفرقة الوداد ان انا جاي هاجمه النادي الاهلي كسبان واحد ساق اتنين واحد وممكن انه جانه عشان يسجل هدف من احيانه مبارعة تبقى في البداية حماسية جدا يعني في البداية انا بس عاد لعباتنا تهدى شوية انه ممكن يكون في انظارات في الاول في بداية اللقاء خد بالك انه في حماس شديد جدا من الفرقتين فالحكم عشان يمسك الماتش ويقفله تمام ويسيطر عليه ممكن يبتدي في الاول انظار هنا انظار هنا فانه بس محتاج ان احنا نبهديين في بداية اللقاء اذن الله رب العين كابتن اسامة ممكن الشوط الاول يشوف اهداف من فرقتين او من النادي الاهلي على الاهلي اتمنى للنادي الاهلي لكن ممكن الشوط الاولاني يخرج تعادل سلم يخرج تعادل سلم نتمنى طبعا النادي الاهلي اهداف باذن الله يا رب ان شاء الله رب العين كل التوفيق النادي الاهلي ان شاء الله التحية الفوز والصعود لا صعود ايه بقى ناخد الكاز بقى ان شاء الله في اذن الله والرجوع ان شاء الله والتتويج باللقب رقم 11 ان شاء الله من داخل مركب محمد الخامس هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مرة اخرى بهاية حداثة الشوط الاول انتظرون